اهلا وسهلا بحضراتكم المشهد السياسي والقراءة السياسية الاسبوعية مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور عبد الحليم انديل مشرف ومنور دكتور اهلا وسهلا بحضرتك الحقيقة الحدث اللي فرض نفسه على العالم كله يمكن خلال الـ 48 ساعة اللي فاته الفيلم الأكشن الامريكي بس المرة دي مش انتاج هوليوود المرة دي انتاج مؤسسة الرئاسة محاولة اغتيال الفاشلة اللي تعرض لها دونالد ترامب وطبعا كلكم شفتوا التفاصيل وتابعتوها لسنا في حاجة لعادة التفاصيل احنا هنا طول الوقت بنحاول نقرأ ما بين السطور هنا سؤال يا دكتور يبدو ان الرصاصة الطائشة التي افلت منها ترامب اصابت بايدن في مقتل بدرجة ان كل المحللين من مبارح قالوا مبروك على ترامب كرسي البيت الابيض يعني هذا صحيح ببساطة ترامب كان قد قطع نصف الطريق الى البيت الابيض قبل الرصاصة بعد الرصاصة التي مرت الى جوار ازنه وليس اخترق ولم تخترق طبعا كما ادعى ان حاجة زي كده لما الست تبقى في المطبخ السكينة تعدى على صباح مثلا فهذه الرصاصة التي حفت ازنه قطعت نصف الصوت التانى الى البيت الابيض فعليك متفق انه خلاص ما هي مسألة وقت انا اعتقد انه بايدن في الصورة في صورة سباق الرئاسة بصفة عامة بعد المناظرة واثرها الفادحة في 27 يونيو الماضي وبعد المطالبات المتولية حتى من نبوم وليود جورج كولوني وغيره بانسحاب بايدن وحتى كده يقولها اوباما ونانسي بلوسي صح فالحقيقة جاءت هذه الرصاصة الى جوار ازن ترامب لتنهي ربما حلم بايدن باستمرار الترشح واذا استمر في الترشح لن يصل الى البيت الابيض لو حضرتك مكان صانع القرار الان في الحزب الديمقراطي تغير بايدن لعل يكون هناك ربع فرصة في اللحاق بالسباق كلهم يقولون ذلك بس انا اظن ان الوقت تأخر وانه ترامب قطع اشواطا كبيرة جدا يعني في هذا السباق ليه ليس لان ترامب افضل من بايدن ولا يحزنون وليس لان ترامب اصغر من بايدن بثلاث سنوات لا غير كثيرون في عمر بايدن وفوق عمر بايدن وبتبقى احوالهم الصحية والعقلية على ما يرام صحية لكن هو التدهور الواضح في حالته بيجعله محلا لاشفاق الحقيقة فوق الرغبة في سحبه لكن افترض انهم سحبوه نحن الان على مقربة شهور قليلة من 5 نوفمبر حيث يوم التصويت مظبوط اعتقد ان الزمن تأخر جدا اثنين انه اصلا فيه اتجاه بيقول والحقيقة انا ممكن اكون ضمن هذا الفريق انه حتى كتلة كبيرة من الذين سيصوتون لترامب ليس رغبة في ترامب اللي هي فكرة التصويت الانتقامي انا مش عايز ده فاحطر البديل والذين صوتوا لبيدن في المرة الفائتة مظبوط صوتوا لانهم لا يريدون فربما الديمقراطيين لو وجدوا شخصا مختلفا استطاعوا ان هم يقدموه في الشهور القادمة ربما يستقطبوا الكتلة دي اللي هي لا عايزة بايدن ولا عايزة ترامب الجدوى للزمن يمضع النحو التالي من الغد فيه المؤتمر الحزب الجمهوري لاربعة ايام وفيه مؤتمر الحزب الديمقراطي في اغسطس 12 اغسطس فلو افترضت ان في مؤتمر الحزب الديمقراطي وهذا امر الحقيقة استثنائي جدا احضروا مرشحا اخر كبعض الاسماء التي يقترحونها من حكام الولايات او ريرو انا اعتقد انه الوقت قد تأخر جدا طيب لو رجعنا بمنطق الفلاشباك اين كان عقل الديمقراطيين في بادئ الامر عندما قرروا انهم يقدموا بايدن رغم كل ما رأوه من امارات الضعف والهديان وفقدان الزاكرة وعدم التركيز اللي ظهروا فيه فترة الاسطة الاولى لا انا اعتقد ان الديمقراطية الامريكية او ما يسمى الديمقراطية الامريكية وصلت لحالة شيخوخة من زمن طويل دواعي هذه الشيخوخة اولا الميل المتزايد في المجتمع الامريكي لفكرة الصدام طبعا من المعروف ان امريكا دونا عن اغلب بلاد العالم تنتاز بفكرة حمل السلاح فالحق في حمل السلاح ده واحد من حقوق الدستورية المغنوة وطبعا في اي عام اختر اي عام اي عام تريده ستجد انه كثيرون يموتون بسبب حمل الاسلحة المتفشي الى اخره اتنين ان العنف السياسي الذي يتحدث بايدن عن انه غريب على امريكا لا العنف السياسي اصيل في السياسة الامريكية وخاصة على موقع الرئاسة منذ اغتيال ابراهام لينكل محرر العبيد الى اغتيال كينيدي الى محاولات اغتيال كثيرين واجرت محاولات اغتيال لترامب بنفسه من قبل صح فالفكرة من العنف السياسي اصيل مكون اصيل ثالثا العنف عموما مكون العنف جوهاري في التكوين الامريكي يعني اقامة امريكا في ذاتها هي جريمة كبرى واحدة من اكبر جرائم التاريخ يعني اجتملت على قتل ما قد يصل في بعض التخدرات الى 100 مليون من الهنود الحمر والرمز التكوين الامريكي هو الكوبوي الذي يتمنطق بعديد من المسدسات ويطلق النار هنا وهناك وى الى اخره يعني وطبعا حين تحولت امريكا الى قوى عظمى ثم امبراطورية في العشريات الاخيرة وصلت لان تكون حالة زي الامبراطورية الرومانية زمان كده تسيطر على كل العالم ابدت الحقيقة قدرا من الوحشية غير مسبوك ربما منذ عصر الامبراطورية الرومانية امريكا وحدها قتلت في حروبها عشرة ملايين انسان منذ الحرب العالمية التانية حتى الان عشرة ملايين عشرة ملايين وهي البساطة محسوبة في فيتنام اتلت كذا وفي العراق اتلت 2 مليون وفي فلسطين تقتل القتل على الضواء فانت عندك القتل المباشر وحرب الابادة الجماعية امريكا عنصر ابادة لتكون عام ثم امريكا عنصر ابادة لأي معنى القيم دعك من الكلام عن القيم الامريكي ايه هي القيم الامريكي ايه قيم الامريكي هل توجد امة امريكية اصلا شلزينجر وهو مؤرخ امريكي شهير من اصل الماني كما هو واضح من اسمه ويهودي قال ده تمره انه امريكا لا يجمع بين الافراد الساكنين في هذه الامريكا غير اجمال الناتج القومي ونصيب الدخل الفردي وإلى اخرى شركة شركة كبرى عبارة عن مجمع صناعي عسكري وتكوين اهشبه بعصابات المافيا طبعا الرغم ما قيل انه حتى الان انه الشاب الذي اطلق الرصاص ماسيو ده توماس ماسيو انه هو ليست له يعني سيرة في العنف ولا في الكذا وانه كان طالبا يعني منغلقا على نفسه بين اقرانه ومش عرف ايه وكذا وكذا لكن فيه اشياء غامضة جدا منها التأخر في قتله ثم قتله نفسه للغاية الجريمة لاحظ انه اكبر جريمة اغتيال سياسي في تاريخ امريكا اللي هي جريمة اغتيال كيني دي اه ونحن قد مرت اكتر من ستين سنة الى الان لم نعرف بعض لم نعرف من الذي قتل هل هارفي اوزل ده الذي قتله في عين المكان هو الذي قتل صحيح هل كوبا هي التي حرضت كما اشيع وقتها يعني فيه الغاز اشبه بالغاز للعصابات لان فيه لغز اكبر حتى تعقيب بايدن بالامس بعد المحاولة لما قال ليس من قيامنا ولا من اليات الصراع السياسي العنف وكذا الجملة دي مرضود عليها لانه كل المراقبين والمحللين قالوا لا الحقيقة الانتخابات الرئاسية وجرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي تمت على الرؤساء امريكا وحدها هي الاكثر على مستوى العالم لا ما انا قلت انه لما قال ليس من قيامنا شيء ليس دي من قيامنا يعني هو اقصد ان من قيامنا ان نفعل ذلك ومن شيامنا ان نفعل ذلك وايضا العنصر الاخير هو سطوة المال يعني فكرة ابتداع المناظرات هو ابتداع امريكي ابتداع الحملات وتمويل الحملات الانتخابية بالمليارات صحيح فانت عندك دور المال هل يبقى من بعد ذلك كله من دور للفرد الامريكي في الاختيار ام يختارون له شو ما هو يتبع هو زي ما يفسر انه اولا ظاهرة شعبية ترامب لا يمكن تفسيرها على اي محمل عقلي مجرد انه يعني الديمقراطية التي رقت الافراد وعلمتهم كيف يختارهم وعلمتهم مش اي حاجة لسبب بسيط ان بايدن اه قصد ترامب لم يصدق ابدا لا مثلا متهالي ان شعبية ترامب اساسها زهوت وسطوة المال وسطوة المال من جهة وسطوة التغني بالعنف من جهة اخرى لاحظ ان هو يبدو كالكوبوي يعني فكرة الكوبوي لاحظ المشهد الايقونة بالنسبة للامريكيين لما جات الروساسة جانبه ودنه فايت 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 قاتله 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 يعني هو يرفع قبضاته في الهواء فهو يمثل حتى في قلب طبعا هذا قد يغرب ببساطة بتصديق انه الامر مدبر على نحو ما لكن فكرة ان العنف مش مكون اصيل لا العنف مكون اصيل في التاريخ السياسي الامريكي مفهوم ولنكن لما اغتيل لم يغتل كفرد لم يتم اغتياله كفرد تم على خلفية حرب اهلية وساعة جدا بين الشمال والجنوب صحيح ولاحظ ان التكوين الامريكي نفسه انطوع على اخذ مساحات من اخرين او شرقها ففكرة العنف والمال اللي هو موارد اي عصابة في التاريخ هي نفس موارد الظهور الامريكي اما حكاية القيم دي اللي التي يبيعونها لنا فليحدثنا عن قيمة وحيدة صدقوا فيها غزة الصغيرة اللي تحكي الابادة فضحت الكل وفضحت امريكا اولا لاحظ مثلا في المعزباح التي جرت اول امس على في المواصي خان يونس لاحظ التصريح الذي صدر عن متحدث باسم الادارة الامريكية قال انهم اي الاسرائيليين قالوا له اننا كنا نقصد اغتيال قياديين في حماس بس هو كلام للمتحدث كل الضحايا من المدنيين بس هذا كل تعليق لا ادانة ولا توقف ولا اي حاجة ثم يتضح في نفس اليوم المسبحة ان القنابل المستخدمة كلها قنابل امريكية فهنا المفارقة التي انتهت اليها الديمقراطية الامريكية ان الصراع يدور بين شخصين لأنه فيه كمان مفارقة لها علاقة في صلب فكرة النزاهة والديمقراطية كل الجرائم والمجاز اللي ارتكبتها اسرائيل سواء المواصي وقبلها المعمداني والمستشفى الاهلي وكذا كل المتحدثين سواء باسم البيت الاباد او المتحدثين باسم الخارجية لما بيسألوا في مؤتمرات صحفية ويتقال لهم ازاي سكتين على المجازل اللي بتعملها حريفاتكو اسرائيل الرد الحقيقي بمستفز يقولك احنا تواصلنا مع اسرائيل فابلغونا زي ما حالك تفضلتك قالولنا ان احنا كنا نستهدف كذا لا ده كمان الانكت من كده ان احنا نستهدف كذا وان احنا هنجري تحقيق اسرائيل هي لا تجري تحقيق اه يعني القاتل يحقق معنا اه حاجة في منتهى الفضادة انت بتصل في المحصلة ان الامريكيين اليوم يشاهدون مباراة رئاسية تدور بين كلهما يحمل صفة رئيس سواء رئيس حالي او رئيس سابق صح السباق يدور بين رئيس يكذب ورئيس لا يتذكر يعني دي 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 المحصلة ده هي رئيس يكذب ورئيس يتجمل اه رئيس يكذب ورئيس لا يتذكر اه لاحظ ان بايدن على سبيل المثال شوف التبريرات انت شفت لما عرف اول ابرح زيلانيسكي على ان فوتن اه لا لا يعني شوف على سبيل المثال قال لك والله انا لم يكن ادائي جيدا في المناظر طيب ليه قال عشان انا كنت تعبان بروح مشاوير وعند مهام بينما ترامب كان بيلعب الجول في الصبح ماشي جاه في المؤتمر لازل تشير اليه مؤتمر حلف الاطلانتي اخذ ذكرى 75 لانشاء حلف الاطلانتي النيتو قدم زيلانيسكي على انه الرئيس بوتن زيلانيسكي طبعا اللي هو رئيس الاوكراني الرئيس الاوكراني اه وحين احتاج الرئيس الاوكراني قال له اه من اعليش انسيه تصله بوتن يسكن عقلي اه اه اتنين بعد ما بوتن سكن عقله عمل مؤتمر صحفي بعد المؤتمر الصحفي بتاع الناتو وتعرض لشؤون داخلية فكان عاوز يتكلم عن كمالة كمالة هاريس لانه بعض الاوساط الامريكية في الحزب الدموخراطي الذي هو حزبه تريد ان ترشح كمالة هاريس اه بدلا منه يعني فعاوز يتكلم عن كمالة هاريس فذكرها على انها ترامب قال ترامب نائب الرئيس فانت عندك حالة الحقيقة لا يحب وفي نفس الوقت قال لك انا عرضت على اطباء اعصاب وقالوا انت كويس وبعدين عاوزين اي طبيب اعصاب اعرض عليه انا كويس ففي النهاية تحس ان بايدن تحول الى هوملس في المشهد الامام للسياسة الامريكية له مشرد محدش عاوز لا هو الاكيد انه بعد المنظرة وبعد الرصاصة هو هوملس فعلا دلوقتي يعني لا بيت ابيض الرصاصة عبرت الى جوار ازم ترامب ثم نفدت الى رأس بيت متى يعني ان اسعد الناس بقرب ترامب من البيت الابيض الان هو نتنياهو بالطبع لانه ببساطة هذه خطته الاصلية لاحظ ان نتنياهو سيذهب الى واشنطن سيلتقي بعضاء مجلسي الكونجرس ثم كان يقال من قبل انه رئيس بايدن قد لا يلتقم نتنياهو قياسا لمن عرفه من خلافات عائلية تطفو على السلسل ومن خلافات ذات طبع شخصي تقص تعارض مصلحة الرجلين رجل يريد ان ينجح ورجل يريد ان يبقى اللي هو نتنياهو في رئاسة الحكومة في التمر في الحرب فنتنياهو دلوقتي يمسك بايدن من رقبته يعني رقبة بايدن في قبضة نتنياهو والدليل على ذلك انه بدأ بسرعة قبل ما يوصل قرر البيت الابيض ان بايدن سيلتقي نتنياهو قبل القاء خطابه في الكونجرس دي مجلسي اتنين نتنياهو الان هو اللاعب الاكبر في حملة الانتخابات الامريكية لانه الايباك اللي هي اكبر منظمة ضغط يهودية او سهيونية او كذا بالمناسبة قيل انه الشاب الذي اطلق الرصاص على ترامب يهودي وانه من حائلة يهودية هذا ليس شيئا ليبدا شيئا مهم لسه هذه التفاصيل قائمة الايباك الايباك وهي متحكمة في تمويل حملات الانتخابية للرئاسة والعضاء الكونجرس ونعرف ان انتخابات الرئاسة تجري بالتوازي مع انتخابات لمجلسية الكونجرس فاعضاء الحزب الدموخراكي الذين يريدون ان اسحابوا بايدن من ترشح يريدون الحفاظ على مصالحهم ايضا يعني مش الاهتمام بانه صورة الرئيس الامريكي احنا مصيرنا ايه وبالتالي الجهة الممولة الاساسية اللي هي الايباك وغيرها وهليود هي في الاساس التي تتململ فنيتانياهو يستطيع ان يضع يعني على طريقة الامريكيين وهو يتشبه بهم نضع رجل على رجل ويضع حزاؤه في عين بايدن وفي نفس الوقت يستطيع ان هو في جو العطف الطبيعي او تعاطف الطبيعي مع ترامب بعد الذي جرى غالبا سالتقي ترامب تعالى فتوكو عبد حليم الخوف كل الخوف في الشهور القادمة ومع توقعنا زي ما حاجة تفضلت كده للمزاد العلني اللي هيحصل ما بين ترامب وبيدن على نيل رضا يعني رضا نتانياهو ان كل ده هيبقى على جثث اشقائنا الفلسطينيين هذا صحيح لكن السؤال انت في النهاية اذا وضع تراجيدي وضع مأساوي انت اذا وضع يتجاور فيه تماما بتمام ابادة الجماعية الفلسطينيين اتنين بسالة المقاومة الفلسطينية والسعادة يتجاوران ايهما يغلب الاخر بالطبع يغلب الدم الدم الفلسطيني الذي اللي هو دراكولا الامريكي الاسرائيلي ده مصاص الدماء سوف يستمر في العمل وطبعا سوف يستمر ايضا في الفشل اللي هو الفشل ايه في تحقيق اهدافه الاصلية المزعومة من الحملة العسكرية صح اتنين الفشل ايضا في اجلاء الفلسطينيين عن ارضهم المقدسة لكن الواقعة بمجملة سوف تكون حفرا عميقا في الزاكرة والوجدان في المنطقة يؤدي الي ايه ان لا احد سيصدق بعد الان مهما بلغ مستوى عدم معرفته بالحقائق وما يجري لا احد سوف يصدق اي كلام في اي وقت عن اي سلام او تطبيع مع كيان الاحتلال اسرائيلي لم يعلم هذه السلعة بارت واصبحت خارج التاريخ واصبح من يسيرونها او يبتغونها ايضا عدما من العدم هذه واحدة اتنين احنا في اطار ملحمة الدم بالدم في النهاية كل العالم قريبه وبعيده تخلى عن الفلسطينيين ببساطة شديدة جدا ليس الدم امامكم الان والدم من ورائكم فليس لكم من سبيل الا ان تصمدوا في هذه المأساة التي تنضح بالدم وبالنبل وبالتفرد في التاريخ وعشان كده انا اكتر مرة قلت الفلسطينيين يتحولون الى شعب الله المختار بوقاع التاريخ طيب نراحة كده عشان بس الوقت ما يده نشان قدامي 8 دقائق في ظل خلاص احنا قلنا انه ربما يكونوا الشهور الخمسة القادمين الشهور الى الانتخابات وصلنا الانتخابات هم الاسوأ على الفلسطينيين لان الامريكا حتى تبارى في كسب ريضان التانية صحيح اما وقد تجاوزنا الخمسة اشهر ووصل ترامب ترامب مبدأه الذي لا يحيد عنه مفيش خلام فضع عن حل دولتين وهو اصلا بايدن يصل لنفس هذه الرتيجة بعد اللف لا هو بيرددها رغم انهمش عايزها اه يعني بعد اللف لكن ترامب وشه وكسوف جميل اساسا كان فمنذ ان يصل ترامب ايه اللي ممكن يتغير هل حمام الدم حيفضل ولا ترامب الساعته حيجي يقول بقى انا اللي جاي لو افترضنا ان الذين اللعبون هم الرئيس الامريكي ايه ما كان اسمه ورئيس الحكومة الاسرائيلية اللي هو نيتانيوم لا في الساحة لعبون اخرون اهمهم على الاطلاق ووحيدا هو اللاعب اللي اسمه المقاومة سواء المقاومة الفلسطينية رفه او المقاومة اللبنانية السؤال من سيهزم من هل يهزم الدم السيف كما كان شعار المقاومة من نوع مختلف انا تقديري ان امر من ذلك سياقها يعني من المعروف ان ترامب بطابعه بطابعه كمقاول وكذا وكذا اه ما فيش كلام اصلا لا عند ترامب ولا عند بايدن في الاندماج الاستراتيجي مع اسرائيل ولا في دعمها السؤال ايه جدوى هذا الدعم الى ما نصل هل نصل الى تحقيق اي اهداف ام لا نصل العجز عن بلوغ الاهداف قد يؤدي الى ان نجد انفسنا في مفارقة مع ترامب لانه ببساطة ترامب ماذا صدر عنه فيما يخص غزة صدرت اقوال متنقتة انه من حق نتانياهو من حق اسرائيل انها تحارب وان تجري ما تريد وايضا صدرت عنه اقوال اخرى من من نوع على نتانياهو ان يتوقف مدامة اللعبة لا تبدي ثم انا ترامب لا ينسى انه في الانتخابات الفائتة يحمل نتانياهو ويحمل اللوب اليهودي بعض اسباب خسائره فقد تفاجأ بانه سيستخدم اسلوبه على طريقة لما كان ايام كورونا كده بقولهم خدوا كلور وتبقوا كوانسين وكذا 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 يقول لك لا بطل حرب ليس مستبعدا ليه مش لانه تفضل على العرب او على الفلسطينيين او على اللبنانيين او كذا لانهم عجزوا في مواجهة الفلسطينيين واللبنانيين لانه ببساطة فيه في الحروب بتجري حاجة او يحسن انتفاق شايتاري بينه وبين نتانياهو يقول لك كلت يد العدوان ايدي تعبت ايدي تعبت وكدر الضرب ايدي تعبت مفيش نتيجة يعني مثلا نتانياهو كان يريد ان يذهب الى واشنطن وياخد معاه خبر اغتيال الضيف صح بساطة عشان يقول لهم انا 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 رابو انا كوبوي اه لم تمكنه المقاومة من ذلك لانه الضيف اصلا لم يكن في المكان الذي قصده صحيح ومن العبس ان نتصور ان رجلا كمحمد الضيف هو طبعا مش اسم محمد الضيف اسمه محمد دياب المصري ولقب الضيف ده ناتج عن انه في حالاته انه كان بيتنقل دائما من بيت لبيت طبعا الضيف ده اعلنت اسرائيل اغتياله كم مرة سبع مرات قبل كده اولهم سنة 1998 و2001 و2003 وصولا ل2014 و2021 وطبعا كانت تتورط في نفس الكلام اول مبارس لو لا ان نتانياهو وجد نفسه اذا حرسد فقال نحن لسنا متأكدون من اننا قد قضينا على محمد الضيف مظبور ثم ان هذه المقاومة من نوع مختلف لا يؤثر فيها لا زهاب الضيف ولا الف ضيف ليه لسببين سبب عقائدي يخص عقلية هذه الحركات اتنين سبب تنظيمي ان هناك دائما بدائل لكل ضيف يعني يعني طبع يعني لاحظنا في غزة مثلا احمد الغندور في شمال غزة لواء غزة ما ان قتل حل محله بعد ساعات وبلاش حتى السياسيين يعني مثلا حادثة الاغتيال التي جرت في بيروت جرى بعدها على طول بساعات اعلن عن البديل فانت هنا انت جربت ده انت ستكل يدك انت لا تفهم لا نفسية ولا ثقافة الخصم لانه نفسية وثقافة الخصم هو ما فيش شك يا دكتور عبد حليم ان المقاومة هتنتصر هو الحاجة الوحيدة اللي بتحز في البس هو الدم الفلسطيني سوف يسيل اكتر سوف يسيل سوف يبدو الشعب الفلسطيني شهيد وشاهد هو شهيد من اجل ما يؤمن به متصلا بابواب السماء وشاهد على عجز هذا العالم وعلى عجزنا شرفتوا نورت يا دكتور نلتقي مسائل اتنين القادم ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم